يحاول تنظيم داعش استغلال المناطق الشاسعة الممتدة من جبال حمرين في ديالة وصولاً لقرى وضواحي محافظة كاركوك وصحراء صلاح الدين والتي يطلق عليها أمنياً توصيف مثلث الموت الذي بدأت داعش تنشط فيه من جديد بعد شنها عدداً من الهجمات كان آخرها الهجوم على نقطة تفتيش في كاركوك وزارة الداخلية العراقية وعبر عمليات أمنية نوعية أعلنت إشراكها القوى التكتيكية لوكالة الاستخبارات التابعة للوزارة بالتنصيق مع سلاح الجو العراقي وتم خلالها إحباط عدد كبير من هجمات التنظيم الشمالي كاركوك والتي أصفرت عن مقتل العديد من مسلح داعش ومداهمة أوكارهم العمليات المشتركة شخصت البؤر الأمنية ساخنة وبحسب تقارير استخبارية دقيقة فقد قدرت حجم الخطر الأمني للتنظيم في عدد من المناطق مثل سنجار وقرى كاركوك وصلاح الدين وديالا وحاول العظام وقضاء الطارمية فيما أشار تقرير صحيفة الجارديون إلى أنه بعد سنوات من هزيمة داعش في معركة الموصل استضاع مقاتلو التنظيم من تجميع صفوفهم عبر مجموعات صغيرة من المقاتلين لمهاجمة نقاط تفتيش عسكرية وأمنية بدأت باغتيال قادة المحليين ومهاجمة شبكات لنقل الكهرباء ومنشآت النفطية التقارير الدولية تنقل أيضا عن مصادر مخابراتية قولها إن المناطق بين كاركوك في الشمال وبيجي في الغرب وسامراء في الجنوب وصولا إلى طارمية شمال بغداد تعتبر مهمة بالنسبة لمسلحي تنظيم لأنها أماكن مثالية للاختباء لطبيعتها الجبلية الوعيرة فضلا عن أن الصحاري في الغرب من شأنها أن تؤمن لهم فرص الهروب إلى المناطق السورية الحدودية وتؤكد المعطيات الأمنية المحلية أن أعداد عناصر تنظيم داعش متزال قليلة مقارنة بما كانت عليه سابقا إلا أنهم باتوا ويلجأون إلى الحركة باستمرار للخلاص من المطردات المستمرة لهم ولحج الموارد الكافية والرجال لتنظيم هجماتهم شكرا للمشاهدة